موسيقى السلام عليكم اليوم عندنا معكم الطرس ديال العدسات الرقيقة للانتي منس موسيقى نرى العدسات الرقيقة لدينا مختبر هذه تكون مادة البلاستيك هناك عدسات تكون من مادة الزجاج عدسات تكون في مضارات مكبرة في المجهة جهزة تحتوي على عدسات الثالثة الثالثة هي وسط شفاف ومتجانس نعرف أنه يستجد الضوء ويكون يرؤي بخفيف متجانس نعرف أنه متجانس يتكون من مواد أو مكونات لا ترى بالعين المجرد هنا نرى نوعين من العدسات هذه العدسات محدودة بوجهين كوراويين نعم هناك وجهين كوراويين هذا هو جواء هناك وجهين كوراويين ولكن الفرنسيين يقولون كونكا 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 إذن هذه هي الأنواع التي لدينا مختبر هناك واحد من النوع في الصورة التي أخبرتكم وجه كوراوي والآخر مستوي هذا يكون مستوي لا يوجد أي مختبر هذا هو جواء لدينا فرق بين هذه العدستين هذه العدسة لديها حفة رقيقة وتتزايد سمكا في الواسط لذلك هذه العدسة مجمعة دائما تكون حفة رقيقة وتتزايد سمكا في الواسط الثانف الآخر هي هذه العدسة لديها حفة سميكة ونلاحظ أنها تتناقص سمكا في الواسط إذن هذه عدسة مفرقة إذن هناك صنفين من العدسة مفرقة وعدسة نكاين نوعين إذن عدسة مفرقة وعدسة مجمعة بجوء أنواع ولكن في المقرر نأخذه العدسة مجمعة فقط نأخذ العدسة ذات حفة رقيقة والتي تزايد سمكا في الواسط قلنا أن العدسة مجمعة إذن سوف نبرهن ذلك بواسطة التجربة كما ترون أمام كفة الوثيقة إذن نرسل حزمة ضوئية متوازية العدسة نلاحظ أن الأشعة المنبطقة في أنها تتقاطع في نقطة واحدة إذن فالأشعة تتجمع إذن هذه العدسة المجمعة إذن الآن نأخذ عدسة ذات حفة سمكة وتتناقص سمكا في الواسط قلنا عليها عدسة مجمعة إذن نرسل حزمة ضوئية متوازية على العدسة نلاحظ أن الأشعة المنبطقة تتفرق إذن نسميها عدسة مفرقة دعونا أن الأشعة تتفرق الآن في سبورة نرسل لكم التمتيج للعدسة مجمعة وعدسة مفرقة إذن العدسة لننزلها بحفة L لننزلها إذن العدسة مجمعة كما تشاهدها في سبورة هذا هو الشكل للعدسة مجمعة سهل ما يعني بحال أن تشكل العدسة مفرقة شاهدوا في السامك إنها مفتوح لا بحال أن نقول المغلوم إذن كنتميزوا بجوج مركز بصري لننزلها بحفة O المركز العدسة المركز بصري العدسة إذن هنا هذا المحور الذي ينزل عبر المركز يسميه المحور البصري الرئيسي للعدسة إذن بالنسبة للعدسة يعني العدسة مجمعة وعدسة مفرقة إذن هنا بالنسبة للعدسة المجمعة ستتجمعوا في نقطة واحدة يسميها بؤرة الصورة إذن بؤرة الصورة إذن نرى بؤرة الصورة بالنسبة للعدسة المفرقة ستجمعوا في تجمعها لأنها مفرقة يمكننا أن تجمعوا بالنسبة لك كلما تجمعوا بالنسبة للعدسة لا يتطلقوا إذن تجمعوا هذه الأشياء إذن تجمعوا هذه الأشياء بؤرة الصورة للعدسة المفرقة ولكن المقارلة نحن ندرسه سوى العدسة المجمعة ليس العدسة المفرقة إذن نطلقكم هنا تمثيل العدسة المفرقة والعدسة المجمعة إذن نرى الأشياء الخاصة هنا لدينا ثلاثة الأشياء الخاصة إذن نرى كلنا على حدة إذن نصور لكم إذن أي شعاء يمر من مركز العدسة فإنه يخرج دون الحرف لأن لصندق الوطيق للعينة لا يتطلق لأنه لذلك تدسل من المركز لا تنحل الشعاء الأول الخاصة شعطاني أي الشعاء متوازية مع المنحوى تجتازي العدسة وتمر من بؤرات الصورة الشعاء الثالث إذن أي شعاء يمر من بؤرات الشيء يخرج من العدسة متوازية مع إذن نثل الأشياء الخاصة وعيد الذي يمر من المركز لاي الحريف المتوازي يمر من بؤرات الصورة الذي يمر من البؤرات الشيء يخرج متوازي مع المحور إذن نأخذ عدسة اخرى مجمعتين إذن الواحد و الاثنان إذن بعض الكاميرا لا ترى الفرق ما بين اسمته الصورة المحصرية أو بقرة الصورة F1 مع F2 باسم العدسة اخرى إذن ما نلاحظه؟ أن البعد بقري إذن كسموا هذه المسافة O1F واحد البعد بقري العدسة الأولى إذن عدسة اخرى O2F2 بعد بقري العدسة الثانية إذن كنلاحظوا أن البعد بقري العدسة الأولى أصغر من البعد بقري العدسة الثانية إذن لماذا؟ العدستين مجمعتين ولكنهم مختلفتين لماذا؟ لأن العدسة الواحد قوتها أو قوة الجميع أكبر من العدسة الاثنان إذن نعطي التعريف قوة العدسة ما هي قوة العدسة؟ إذن قوة العدسة هي قدرتها على تجميع الأشعة ونرمز لها بحفظ C إذن نكتب لكم العلاقة قوة العدسة إذن كنفجنس إذن كنفجنس إذن كنفجنس إذن كنفجنس تساوي واحد تقسيم البعد البؤاري أو F فتحة هذه هي أو كنتكتب بطريقة أخرى C تساوي واحد على بحل بحل كنفجنس إما الأولى أولى الثانية إذن كنفجنس إذن هكذا نحسب قوة العدسة إذن قوة العدسة إذن البعد البؤاري يحسب بالمثل نحسبه بالمثل أما قوة العدسة تحسب بالديوبتري رمزها هي هذه إذن ديوبتري هذا هو الرمز دينا إذن هذه هي قوة العدسة و ستعرض لكم تمارين تطبيقية كيف نحسب البعد البؤاري و كيف نحسب قوة العدسة إذن فالفقراء نرى الصورة المحصل عليها بواسطة عدسة مجمعة مثلما رأينا الصورة المحصل عليها بواسطة العلبة المدلمة دعنا نأخذ هنا عدسة نضع الشاشة والشيء المضيء و هناك شاشة المضيء في حرف F إذن نأخذ أن على الشاشة تكون الحرف F مقلوب كيف نرى إذن عدسة تعطي صورة مقلوبة لشيء المضيء لماذا؟ لأن الضوء ينتشره وفق خطوط مستقيمية إذن نرى الشكل الآخر إذن بعدنا العدسة بعدنا شاشة حرف F أصبح كبيرا إذن هذه جربة رائعة التي تسمحها في العلبة المضلمة إذن نغير المسافة ما بين الشمعة المشتائلة والعلبة نلاحظ أن الصورة تتغير يعني أبعاد الصورة تتغير كلما قربتها من الشمعة كلما قربتها كبيرا كلما قربتها كلما قربتها كبيرا كذلك كلما قربنا الصورة كثبا كبيرا إذن هذه هي العوام المؤثرة على الصورة هي المسافة ما بين العدسة والشيء الموضيء إذن إذن تكون الصورة مقلوبة أبعادها تتغير حسب موضع العدسة بالنسبة للشيء أو تكون الصورة غير واضحة في الحالة التي يكون فيها قطر الحجاب كبير إذا نرى معكم كذلك عندما يكون قطر الحجاب كبير تكون الصورة غير واضحة وكذلك عندما يكون شيء مائل شيء ما تكون الصورة غير واضحة إذن نرى التفسير والسنتاج للحصول على الصورة واضحة يجب تحقيق الشرطين جدا أن تمر الأشيعة الضوئية بالقرب من المركز العدسة يعني بالقرب من الفتحة الحجاب الحجاب يعني يكون صغر إذن الشرط أن يكون شيء متعامل ليس مائل يعني شكي زاوية قائمة مع المحوام البصري وقريبا منه إذن هذه الشرطين يسميهم شروط كس شروط شرط يجب أن نضبقوا لكي نحصل على الصورة واضحة إذن نحصل بواسطة عدسة مجمعة على صورة حقيقية ومقلوبة على الشاشة في الحالة التي يكون فيها المسافة بين الشيء والعدسة أكبر من المسافة البؤارية F إذن هذه الشروط للحصول على صورة واضحة ودائما العدسة تعطينا صورة حقيقية ومقلوبة الفشيء الذي يحدثه في شبكة العين شبكية العين تعطي صورة مقلوبة للشيء الماضي إذن نأخذ معكم واحد متى ديال كيفية إنشاء الصورة حقيقية ومقلوبة إذن أشيء الصورة بفتحة المعطاية A-B يعني طول الشيء ضوئي موار 5 سنتيمتر و A تسوي بعد الشيء يعني العدسة 4 سنتيمتر بعد بعد يجيز سنتيمتر و بعد يجيز قوة العدسة C إذن أول حاجة نبدأ بها بالأعشعة الخاصة لاجتماعكم إذن هنا الشعاع المتوازي والشعاع الذي يدوز من مركز إذن شعاع المتوازي إذن الصور يدوز من بؤرة الصورة و الشعاع الذي يدوز من المركز إذن لا ينحرف إذن أخذ معكم بالمستارة إذن هذه المتداد الأشياء الخاصة إذن كنا نلاحظوا أن نقطة واحدة إذن هذه النقطة واحدة هي صورة النقطة B لأن النقطة والمركز والصورة يكونوا لأستقامة واحدة إذن هذه بفتحة بفتحة هذه نقطة بفتحة إذن لديك B و O و B فتحة يكونوا لأستقامة واحدة إذن كذلك A و O و أفتحة ستكون على استقامة واحدة إذن أفتحة ستكون على مركز إذن أفتحة على مركز إذن أخذ المستارة ونضع المتعامد هنا نضع المستارة بفتحة هنا نضع المتعامد نضع المستارة هنا يكون هنا أفتحة إذن الصورة مقلوبة هي أفتحة بفتحة نعم سيعد إذن هناك نلاحظوا أن أن تكون المسافة ما بين الشيء ما بين المركز والشيء الماضي يعني تساوي جملة البعد البؤاري تتكون الصورة أو طول الصورة يساوي طول الشيء دائما هذه تخرج دائما لن تكون معطاية أن هنا نرى جوج أربعة إذن أربعة تساوي جملة الجوج إذن تكون دائما الصورة قد الشيء إذن هنا لدينا 1 سم إذن حتى الصورة تكون فيها 1 سم إذن الطول الصورة كذلك تكون فيها 1 سم إذن هنا لدينا المقالي المعطي الحقيقي يبدو لي إذن كيف نحسب قوة العدسة إذن استعملوا العلاقة إذن لفظ سي تساوي 1 على ف إذن هنا سي تطبيق عدد سي 1 على ما بين البعد البؤاري إذن هنا 10 سم إذن كتب 10 سم ولكن ما نخدمش بها 10 سم نحولها المتر إذن سم دي سم المتر إذن تحكي جينا سي تساوي 1 قسمة 0.00 2 متر إذن هنا منحسبه قوة العدسة نحوله المتر إذن نقسمها إذن نقسمها وإذن نقسمها وإذن نقسمها وإذن نقسمها وإذن نقسمها حقيقي ومقلوبة موسيقى 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 في العدد